اشتركوا في القناة شرق الجدار الرملي الدفاعي واضافت ذات المصادر ان جنودنا البواسير ردوا على الفور باطلاق كتيف للنار مما ادى الى تدمير الى عسكرية تابعة للانفصاليين قبل ان يعودوا ادراجهم يجرون اديال الهزيمة واكد المصدر ان المناوشات لم تصفر عن اي اصابة في صفوف افراد قوتنا المسلحة لكون تحصينا الدفاعية التي يوفرها الجدار الرملي لا تسمح للمرتزقة بالاقتراب اذا هذه هي اخر تطورات التي عرفتها المنطقة حيث انه تم تبادل لاطلاق النار قرب الجدار الامني وقامت قوتنا المسلحة بالرد فورا باطلاق كتيف للنار مما ادى الى تدمير الى عسكرية تابعة للبوليزاريو وهذا شي هو اهم ما جاء في هذا الفيديو فالي عجبك ما تنساش الدليجيم كذلك تخلي انه شي تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته